بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الأول معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتطرق لموضوع الدائرة باللون الأحمر رقم واحد الدائرة باللون الأحمر رقم واحد في البداية سأعرض أداب الدراسة عن بعد أو القوانين التي لا بد أن نتبعها أثناء الحصة اللي هي إحضار أدوات الرسم التي سنحتاج لها أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي تعتبر جلسة صحيحة والصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة أتبع التعليمات بالتسلسل وقلنا المقصود بالتسلسل اللي هو الترتيب عندما تبدأ المعلمة الخطوة رقم واحد نبدأ معها ونقوم بتنفيذها ونتوقف حتى تنتقل للمعلمة للخطوة الثانية بعدها أنتقل مع المعلمة أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة عندما نستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المقص أو المشرط أو الصمغ الكهربائي الذي يعتبر أداة حارة في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس أقوم بإرجاع الأدوات إلى مكانها الصحيح أتخلص من بعض الأوراق الزائد ورميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان طيب نأتي لمراجعة الدرس السابق أخذنا في الدرس السابق الشكل الهندسي دائرة وهذا هو الشكل الهندسي دائرة أيضا تعرفنا على لون من الألوان وهو اللون الأحمر وعرفنا الفرق بين الدائرة التي تعتمر شكل من الأشكال الهندسية والنقطة والفرق بين حجم النقطة وحجم الدائرة من الدائرة حجمها كبير النقطة حجمها صغير جدا أيضا تعرفنا كما قلت سابقا على أن جميع الألوان سواء في المستر المائية الشمعية الخشبية كلها توجد فيها ألوان كثيرة من ضمنها اللون الأحمر مهما اختلفت المسميات في الألوان جميعها تواجد فيها اللون الأحمر اليوم نفس الشيء بنتعرف على درس أيضا الدائرة متعلق بالدائرة إذن هدفنا العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الدائرة باللون الأحمر إذن نفس الشكل الهندسي ونفس اللون اللي أخذناه في الحصص السابقة عندنا الأهداف القصيرة أن يسمي الطالب والطالب اللون الأحمر ثم يسمي الشكل الهندسي دائرة ثم يشكل الطالب والطالبة شكل دائرة بالسلصال مستخدما اللون الأحمر إذن النشاط الفني سنستخدم مادة أو عجينة السلصال طيب تطبيق نظري سأشرحها على الشاشة ثم أبدأ تطبيقه عاملية معكم إذن تطبيق نظري لتشكيل الدائرة بالسلصال باستخدام اللون الأحمر طيب هل تستطيعون معرفة الأدوات التي سنحتاج لها في الرسم بما أني سأرسم شكل دائرة وسأستخدم السلصال إذن تتوقعوا ما هي الأدوات اللي ممكن أنا أحتاجها لتطبيق هذا النشاط اذكروا بعض الأمثلية لولي أمركم الذي بجانبكم ماذا سنحتاج؟ نشوف الآن في الشريحة التالية عندنا صنغ، عندنا خيط صوف، عندنا سلصال، قالب دائري وعيوم بلاستك إذن سنرسم الدائرة كتعبير عن الوجه المبتسم لذلك سنستخدم العيوم بلاستك وخيط الصوف إذن هذه الأدوات اللي رح نحتاج لها بعدها نستخرج السلصال الأحمر من العلبة العلب دائم يكون فيها ألوان مختلفة رح نختار اللون الأحمر بعدين نعجن السلصال باليدين حتى يصبح مسطح كما تشاهدون الآن الصورة التي أمامكم يعجن بكلتا يدي حتى يصبح طريق ومسطح ثم أضع قالب بشكل دائري على السلصال أزيل القالب من السلصال سيظهر لي الشكل الهندسي دائرة بعدها أضع العيون البلاستك على السلصال حتى أبدأ بتمثيل الوجه المبتسم على الدائرة طبعا سنستخدم السلصال الأحمر بعدها أضع خيط الصوف على السلصال لتمثيل شكل الفم بهذه الطريقة إذن هذا هو درس أو نشاط الفني لدرس اليوم طيب عندنا السلصال الآن موجود على الطاولة أختار منه اللون الأحمر أريد منكم الآن أن تشيروا إلى أين هو اللون الأحمر من السلصال الموجود على الطاولة أحسنتم الموجود في المنتصف هذا هو اللون الأحمر لون أحمر طيب سنستبعد بقية السلصال طبعا بعض العلب الخاصة بالسلصال يوجد فيها قوالب أشكال مختلفة أشكال مختلفة مثل هذه القوالب إحنا رح نستخدم فقط القالب الدائري هذا هو القالب اللي على شكل هندسي دائرة على الشكل الهندسي دائرة إذن لن نحتاج إلى هذه القوالب أيضا سنحتاج خيط الصوف لتمثيل شكل الفم وبنحتاج أيضا العيون البلاستيكية بنحتاج أيضا مقص حتى نقوم بقص خيط الصوف بخيط صغير أيضا سنحتاج الصمغ والفرادة لفرد العجين إذا احتاجنا لذلك أو نستخدم يدينا في العجن إما أستخدم يدي في العجن لتقوية عضلاتي ليدين والأصابع أو أني أستخدم الفرادة الخاصة بالسلصال طبعا الفرادة تأتي بأشكال مختلفة بعضها مسطحة وبعضها متعرجة تعطيني بعض الأشكال على نفس أجينة السلصال لأن نحتاج لها هذه رح نحتاج الفرادة العادية المسطحة هذه طيب خلونا نبدأ الآن بما أنه عندنا الآن السلصال الأحمر طلع كمية بسيطة اللي رح أحتاج لها وأبدأ بعجن السلصال بكلتا يدي حتى يسمح طريق وأبدأ أفرده على الطاولة بإمكاني أستخدم الفرادة لفرده بعدها بإمكاني الآن أستخدم القالب الدائري تمثل عندي الآن الشكل الهندسي دائرة بعدها أبدأ باستخراج العيون البلاستيكية التي أريد أن أستخدمها وأستخدم أيضا الصمغ سأبدأ بوضع الصمغ هنا في هذه الخطوة ستطلب المساعدة ممن هم أكبر منك سنة لأن الصمغ الكهربائي حار لذلك ستطلب المساعدة من أمك أو أبيك أو أحد أخوتك الكبار ونبدأ بلسقها على الصلصال ألسق العين الأخرى طيب انتهينا الآن من لسق العيون البلاستيكية نأتي الخيط الصوف أقص خيط بسيط صغير جدا لتمثيل شكل الفم وأيضا أكون حذر في استخدام المقاص لأنه آلة حادة أو أنك تستخدم لهو المقاص البلاستيكي هذا أكثر أمان للطلاب والطالبات طيب وأحاول أخلي الخيط الصوف بخط منحني بس رح أحط أول شيء الصمغ على أطراف الخيط ثم أبدأ بالثانية لتمثيل الخط المنحني حتى يمثل لي الوجه السعيد أو الوجه المبتسم وحاول أضغط حتى أتأكد من ثبات الخيط وأبدأ أضغط حتى أتأكد من ثبات الخيط إذن انتهينا من رجل رسم الوجه المبتسم باستخدام مادة الصلصال والعيون بلاستيكية والصوف خيط الصوف استخدمنا فيها اللون الأحمر من الصلصال طيب هذا هو الشكل النهائي هذا هو درسنا لليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات والآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم مهارة الأشكال الهندسية والألوان خلال اليوم في المنزل مع الطالب والطالبة مثلا بالألعاب من خلال استخدام البطاقات وسؤال الطالب عن هذا اللون أو عن هذا الشكل الهندسي وماذا يسمى كانت معكم المعلمة أمل تمامي أراكم بالحصة القادمة مع السلامة